السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة الحلقة دي خصصناها لنادي المريخ هنتكلم عن الصفقات المحلية وصفقات المحترفين نتكلم كمان عن تخلف الثلاثي عن الانضمام للبعثة الموجودة في مصر أو معسكر القاهرة وكمان نتكلم عن الجزول نوح والمفاوضات مع نادي المريخ ودخول نادي الهلال على الخط قبل ما ابدأ الحلقة بذكرك انك تعمل لايك الحلقة وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخليك واحد من اسرتنا حان نبدأ الحلقة بتسجيل اللاعب احمد بيتر قادما من الاهل مروي في صفوف نادي المريخ بشكل رسمي مكسب كبير جدا بالنسبة النادي المريخ مشاكل ممكن تعوق مشاركته مع المريخ محليا وكمان مشاكل تانية اذا كان ما تحلت تعوق مشاركته مع المريخ على المستوى الافريقي الجانب الاول جانب الدوري والجانب الفني هتكلم عنه بعد شوية لكن الجانب الاداري الخاص بتقييد اللاعب ان الاتحاد السوداني في تصريح اليوم في الصحافة الرياضية السودانية بتكلم بشكل واضح ان القيد الذي امكن فتح للاندية في انه يكون اعارات على مستوى الدوري السوداني للعيبة الموجودين لكن الانتقالات تكون للعيبة المحترفين احمد بيتر انتقل بشكل رصب من اهل مروي لنادي المريخ فبالتالي اتمنى انه اتمنى ان القرار ذا ما يكون صحيح ولا يكون مع ملبيو في الفترة الجاية عشان تقدر تدي الحارس المساحي يشارك اكتر على مستوى تنافس اعلى من اهل مروي مع المريخ عشان يقدر يكون جاهز على مستوى التنافس مع الحراس والموجودين التلاتة اكرم الهادي سليم ومنجد النيل وكمان محمد المصطفى فدي واحدة من الحياة المهمة جدا جدا ده على مستوى الدوري المحلي على مستوى البطورة الافريقية احمد بيتر بالتأكد على مستوى الامور الفنية ممكن يكون ما عنده مشكلة تعيق لا بطاقات ولا حتى اصابات فبالتالي انت كنادي المريخ محتاج تعالج مشكلة ممكن ظلت مصاحبة للعب احمد بيتر في الفترة الاخيرة اللي هي مشكلة الجواز مشكلة الجواز السوداني مهم جدا اللاعب تحلى له المشكلة دي عشان تخليه يقوم في الكشف الكشف بتاعك في الفترة القادمة هو اكيد موجود في السيستيم ونزل اسم في السيستيم بشكل رسمي لكن انت محتاج انه اللاعب يكون عنده باسبورت يقدر يسافر به والمباريات الخارجية حتى معاه لمروي زمان كان بيلعب المبارل بتكون داخل السودان لكن ما بيقدر يشارك فبالتالي الموضوع ده داخل فيه مجلس الوزراء والاتحاد السودان لكرة القدم مفروض ان نادي المريخ اشتغل عليه بشكل كبير عشان يقدر يضمن اللاعب يكون مشارك معه على المستوى الافريقي تبدل الحراس بتاع انك دعم ودفعة قوية جدا جدا وبتدل الحارس على المستوى الشخصي انه يكون دفعة قوية جدا في انه ينافس الحراس الموجودين وبالتأكيد المكسبة الاخير بالنسبة لنادي المريخ هيكون في افضل صورة في انك حتاخد الحارس الافضل فيه في انه يشارك لك في اول مباراة لك هتكون هنا في السودان ضد سنداونز الجنوب الفريقي فدي واحدة من المشاكل الادارية الخاصة بالدور المحلي كغرار انه اللاعب المامو شارك عفوا اللاعب الغير مقيد كاعارة او مقيد كتقييد انتقال نهاي ما يشارك على مستوى الدور السوداني لازم تكون اعارة اتمنى الحاجة دي الاتحاد ما يعمل بها ويدي اللاعب احمد بيتر وغيره من الناس اللي انتقلوا بشكل رسمي انه مساحة ينلعبوا على مستوى الدور السوداني الحاجة التانية بالتأكيد ادارية بحثة في استخراج جواز اللاعب احمد بيتر الاضافة الفنية اللي ممكن يشكلها لعب احمد بيتر بالتأكيد اضافة مهمة جدا بالنسبة لحراس نادي المريخ حاليا انت بشكل رسمي شطبت اللاعب عبدالعظيم احمد عبدالعظيم اللي هو جاك من هلال الابيض بشكل رسمي اللاعب حتى ينتقل لنادي الاهل الخرطوم اضافة بالتأكيد للاهل الخرطوم واحد من اللاعبين المالقة حظ المشاركة مع نادي المريخ ما منح اصلا فرصة المشاركة عشان تقدر انت تحكم عليه وفي انه حارس فشل في اثبات نفسه مع نادي المريخ حاليا الحاجة دي اتمنى انه ما تتعامل مع الحارس احمد بيتر وكمان عشان برضو تلقى التنافس يكون في افضل صور بالنسبة ليك انت كنادي المريخ وتاخد الحارس الافضل اتمنى حل مشكلة اللاعب محمد المصطفى حارس مرمى المنتخب الوطني وشوفني المردودة القدمه في شوط واحد بس خلى الناس كلها تتكلم عنه بشكل ممتاز وانه حارس فعلا فعلا حيقدم لك الاضافة اللي انت محتاج ليا اكرم الهادي سليم لا التوقيت ولا حتى السن ولا حتى المنافسة مع حراس الثلاثة ديل كمونجي دانيل ومحمد المصطفى وكمان الحارس الثالث احمد بيتر المنظم حديثا صعب جدا جدا ينافس الحراس الثلاثة ديل على مستوى مركز اساسي في المريخ لكن تواجده بالتأكيد اضافة بالنسبة لهذه المريخ في الفترة القادمة من البطولة الافريقية بالنسبة له كلاعب قديم في صفوف المريخ وكمان خبرته الكبيرة جدا جدا اضافة بالتأكيد بالنسبة لنادي المريخ انه اضاف الحارس احمد بيتر نتمنى الاستفادة منه بشكل مباشر في الفترة القادمة حنبدأ نتكلم كمان عن اللاعبين التلاتة اللي مفروض المريخ يحاول يحيل مشكلتهم في الفترة القادمة نتكلم عن محمد المصطفى اللي جناح اللي يمكن كافي خرطوم الوطني ومشى نادي فيتا كلوب الكونغولي وكمان عندنا اللي هو اللاعب محمد موسى الضي اللي يمكن انهى عقده بعنادي الهلال والمريخ سجلوا بشكل رسمي اللعيبة التلاتة مشكلتهم مشكلة مالية بحتة ادارة نادي المريخ ما شاء الله بتتعاقد مع المدربين بالدولار بتطلع الدولار حتى في الفيديو وفي غيره وعندك مشاكل كبيرة جدا جدا على مستوى انك في ثلاثة اللاعبين ما اخدوا استحقاق مالي مستحق بالنسبة ليون انت مفروض تحاول تسدد عشان اللاعبة تنتقل للقاهرة عشان تقدر تواصل التحضير وتواصل الاعداد للمباريات المهمة محمد موسى الضي والضجة اللي يمكن جاءت حاول ان تسجيله من نادي الهلال لنادي المريخ الافضل انه يتم تسديد مستحقاته المالية وانا ممكن جدا اكون 50% مع ان اللاعبين ما يهتموا بفكرة انك ما تقعد في السودان عشان تقدر تقطع نفسك من التدريبات وكمان معاهم في فكرة انه مش توقفوا من التدريبات ده ممكن يصل انه مش تكوك في الفيفا عشان انت ما ادتوا مستحقاته المالية سواء كان محمد المصطفى الحارس سواء كان محمد المصطفى الجناح سواء كان محمد موسى الضي اللعيبة التلاتة الى الان متواجدين في السودان لم يسافروا الى القاهرة ودي واحدة من المشاكل الإدارية الحالية بتواجه المريخ في أنه لا بد من أنه ما يكون فيه تعنت بالنسبة لمجلس الإدارة في أنه لازم تأتي القاهرة عشان أن أديك حقك أنا مضيت لك في السودان سجلت معك في السودان ووديتك مساحة كافية لأنك تحاول تستعيد بعض التوازن الإداري بعد ذلك أنت ما في شيء إلا أنك تلب بلي أو توفي بالوعد اللي قطعته معاي في تسجيل النادي المريخ فعشان كده مجلس الإدارة لازم يحل المشكلة دي التحديدة عشان اللعيبة الثلاثة ينضموا لتدريبات نادي المريخ محمد المصطفى جناح إضافة فنية محمد موسى الضي برضو إضافة فنية محمد المصطفى بالتأكيد أنتوا أرجعوا لآخر مباردة دل منتخب المصري في شوت أول هتعرف قيمته وفايدته بالنسبة لنادي المريخ في الفترة القادمة والأهم من ذلك كمان هيتضف ليك على مستوى التنافس على مركز حراسة المرمى في نادي المريخ فدي واحدة من الملفات المهمة جدا المفروض أنت تحسيمها مجلز الإدارة عنده الإمكانيات المالية اللي بتخليه يحسن الملف ده ويحسن ملفات تارية حتى مالية وممكن جدا تستلم الملعب والتفاصيل التانية الإدارية أهم أنك تتوفق أوضاع اللاعبين الموجودين عشان برضو تقلق التنافس وتحاول تكون عندك عناصر تكون كويسة جدا على مستوى التنافس في النادي حابة برضو أتكلم عن حاجة تانية خاصة بالجزولي نوح ومسألة مفاوضته مع نادي الهلال أو المفاوضات الموجودة مع نادي المريخ وتعلية سكف المبلغ المالي المدفوع من نادي المريخ الناس بتتكلم عن المفاوضات في أنه الهلال دفع قدر الدفع المريخ مرتين وده زي ما تكلمنا قبل كده في تفاصيل كتير جدا خاصة بسيف تيري وخاصة حتى بأبو عقل عبد الله وخاصة حتى بكل لاعب ينتقل من القمة من فريق لفريق من حقك أنت تفاوض ومن حقك ترفع سكف المبلغ المالي إن شاء الله يكون مليار جنيه سوداني عفوا مليون دولار فإنت دي واحدة من الحاجات اللي بتديك لها اللي هي كرة القدم والاحترافية في أنه محتاج اللاعب ده حدفع فيور الحاجة اللي حابية بعد ذلك بتجي الفكرة في أنه هل الجزول نوح فعلا الأرقام ده استحقها في التوقيت ده تحديدا المزايدات اللي بتحصل هل فرضنا أنه مثلا مجلس إدارة نادي الهلال حابي بس يرفع سكف المبلغ المالي بالنسبة للمريخ عشان يفضي خزين المريخ أو حتى يرهق المريخ في خزينه ولا فعلا الهلال محتاج لللاعب ده فنيا اللاعب واعد جدا جدا مكسب بالنسبة للمريخ إذا كان عاد قيده ومكسب إذا كان انتقل للهلال ده اللاعب بالتأكيد كتقييم فني فعلا لسه لاعب أقل من عشرين سنة حيضيف الكثير عنده عشر سنوات ممكن يقدمه في الفترة الجاية لاعب مخه في أنه عايز يحترف عنده حاجة كويسة جدا ممكن يقدمه بعيدا عن المردودة اللي قدمه في البطولة الإفريقية أنا معه أنه اللاعب مهم لكن ما معه أنه إرفع سكف المبلغ المالي لمرحلة ممكن تكون غير مسبوقة في أنه المريخ لاعبه موجود معاه ما يقدر يقلعه بسبب إغراءات مجلس إدارة نادي الهلال الهلال بفاوض الجزول نوح بالتأكيد بفاوض الجزول نوح الكلام ده من أيام المنتخب الوطني وهو موجود في الكاميرون الموضوضة كان شغال بشكل كبير فبالتالي ممكن جدا نشوف الجزول نوح انتقل لنادي الهلال في الفترة القادمة أو حتى يقناعه وانبقى في نادي المريخ في الفترة القادمة صراحة هذا مجرد خبر ما بقدر أقول لك أنه مفروض نمشك ك Education ومفروض نمشك كده أي أن كان انتقل لأي نادي بالتأكيد هو مكسب محتاج الكثير من العمل في الفترة القادمة أتكلم كمان عن في الفقرة الآخيرة عن اللاعب الذي انتقل لنادي المريخ اللي هو اللاعب ديويسي تايلور واحد من اللاعبين كان في الدوري الغاني اتنين وعشرين سنة واحد من اللاعبين المشارك حاليا في الدور المصري في كل البطولات الموجودة في مصر بنتكلم عن نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدور المصري اللاعب اعتقد انتقل في نصف سنة الفاتت يعني ما كمل سنة مع نادي فيوتشر المصري ودي واحدة من الحاجات اللي بتخليك تتساءل كثير جدا جدا الفيديوهات اللي امكان بتتعرض قدامكم واتمنى ان تكون موجودة لما نتكلم عن اللاعب بيجي بلعب ستة شهور سبعة شهور اقل من سنة فمعناها حتى ولو انت اشتريته بينه واحد وتجد بيعه في توقيت زي ده يا يما انت بعته برقم كبير جدا جدا غطى لك حاجات كثيرة تانية يا يما انت حاولت تتخلص منه عشان تجيب صفقات تانية الشي المهم انه انا شفت انه فيوتشر المصري قدر ابرم عديد من الصفقات المهمة جدا لدرجة انه جايب واحد من المهاجمين الفلسطينيين ومهاجم تاني مصري برضو كويس جدا جدا فبتكلم عن نادي عنده رؤية كويسة جدا في انك انه يستخرج او يخرج لاعبين وكمان يستقدم لاعبين جدد على حسب رؤية مجلس الادارة اللاعب احصائياته مخيفة جدا جدا مع نادي فيوتشر مشاركات على مستوى ستة او تمانية شهور لما تكون المشاركات زيرو على كل المستويات فهي تقلق تقلقك انت كواحد تتكلم تقلقك انت كمشجع لنادي المريخ تقلقك في انه هل دا المهاجم الانت محتاج ليه على مستوى انه يكون لك المهاجم نمرة واحد في الفريق هو دا يعني دا حيسيد مكان سيفتيري دا حيساند بكر المدينة دا حيكون باعتبار انه المريخ كفريق حاليا في كاملة جاهزية انه حتى ينافس على مستوى المجموعة وده كلام انا بقوله ليكو على مسؤولتي لعيبة نادي المريخ الموجودين لسكواد الحالي مجموعة اللاعبين الموجودين تستحق انها تكون في دور التمانية نسبة للامكانيات العالية اللي بتمتع بيها ونسبة للوفرة على كل المراكز الموجودة في نادي المريخ وفرة على كل المراكز الحوجة الوحيدة اللي انت محتاج لها تجيب مهاجم سوبر يقدر يترجم كل شي بيحصل في الميدان فده كان هنا التحدي الكبير جدا بالنسبة لمجلس ادارة نادي المريخ في انها تستقدم مهاجم على مستوى عالي في الاول شفنا اللي هو اموتو اموتو مهاجم المصري البورسحيدي لما تجي تتفرج في الفيديوهات للاثنين في اخر سنة او في اخر ستة شهور بتحاول تشوف امكانيها ده وامكانيها ده ده هنا لاعب 22 سنة وده هناك 28 سنة ده هنا بنيان الجسماني على مستوى عالي جدا جدا وده هنا لاعب بنيان الجسماني شوية اضعف فبالتالي بنتكلم عن لاعب هنا سريع وعن لاعب هنا قوي وسريع بنتكلم عن لاعب هنا اثبت نفسه بيتأكد منكم بنتكلم عن اكتر من سنة لكنه ده اقل من سنة فبتجي الفروقات في انه المجلس ادارة الفريق اللي بلعب فيه سواء كان في يوتشر او حتى المصر البورسعيدي منول اثبت نفسه في التدريبات او حتى اقنع المدرم بنتكلم عن اموته لو برضو تكلمنا بانصاف تام منول حيفيد المريخ لو فرضنا ان المريخ محتاج لمهاجم سوبر يقدر يضيف الفريق انا بكله بكله يعني تجرد بقول لك اموته اموته ممكن جدا اضيف الفريق وانا انبسطة جدا لما حسيت انه فيه مفاوضات والرئيس حتى تتكلم فيها في انه المفاوضات على سكف المبلغ المالي كبير جدا وكمان حتى خش على الخط نادي سيلية القطري لكن اللاعب الاسمه تايلور لا خشة سيلية ولا خش حتى نادي فاركو المصري ما فيه حتى يعني باعتباره منافسة مع اندية تانية انا بالنسبة لي كرئيس مجلس ادارة بعيدا عن كل شي خاص بالاحترافية وتوجهك انت كنادي لو لما اجا سجل واحد زي اموته ويرتفع سكف المبلغ المالي والاهم من ده كمان تخش معاي اندية تانية منافسة بعيدا عن اي حاجة انا برايك ده حافهم انه اللاعب ده مهم بعرف انه اللاعب ده مهم بالنسبة لي انا مش فكرة سمسرة على مستوى لجرى الاعمال في انه يقول لك والله يا اخي عندنا خمسة او ستة اندية احنا كناس رياضينا الحقيقة ده عرفينها كويسة يقول لك والله عندنا فلان وفلان وفلان طلبوا انه اللاعب ده يكونوا عايزين معه عشان بس يسخن سوقه معك انت لكن حقيقة اللاعب اموته واحد من الامكانيات الكويسة جدا جدا مع انه مشاركاته على فكرة كويسة جدا معه في على مستوى الدوري وحتى كاس مصر وحتى على مستوى البطولة بطولة الكونفدرالية وكمان حتى بطولة الرابطة الممكن لهم القيمة مؤخرا. فمشاركاته كويسة جدا يعني تلعب عن تمانية مباراية تلقى شارك في ستة. سبعة مباراة تلقى شارك في السبعة على مستوى الدوري. على عكس تماما اللاعب تايلور الممكن المريخ حاليا تسجل بشكل رصم. اللاعب ده كان هدف الدوري الغاني الموسم الفات الموسم ده اللي هو الموسم القبله مع واحد من فرق الدوري الغاني حتى الفرق يمكن في المتوسط او حتى في مآخرة الترتيب كان هدف معهم. الحاجة المهمة انه من 28 مباراة سجل 21 هدف. اللاعب خفيف سريع. بيعرف سجل قول. لكن الشي اللي بيخليك تخط ملاحيات كبيرة جدا. ليه ما اثبت نفسه معنا دي في يوتشر المصري. هو اندية ممكن تكون مؤخرة الترتيب وكمان صاعد حديثا للدوري المصري. يعني تبتكلم عن فريق زي الاهلي في انه ما اثبتت نفسك معه. معناها المنافسة على مستوى عالي الجواهرية كبيرة جدا في يوتشر لا جمهور ولا حتى منافسة في الدوري وكمان صاعد حديثا للدوري المصري. نتكلم عن انه رتم المنافسة بالتأكيد مختلف ومرتفع جدا لكن افضل اقل حاجة كان اللاعب من اربعة خمسة مباريات في كاس الرابطة في كاس مصر في اي بطولة تاني اشارك في اتنين ثلاثة اتنين ثلاثة صنعت فرصة لكن لا صنعت ولا سجلت لا خدت كاريت لا اصفر لا احمر مشاركاتك شوية تقلق على مستوى ناديك لكن ده ما معناه انه نقول اللاعب الفيديوهات اللي بتشوفوا انتو انا تقول لك انه المريخ سجل اللاعب سيء جدا وغير لا ممكن جدا تكون ما نجحت مع فريق لكن تنجح مع نادي المريخ نسبة لظروف النادي. على مستوى الشخصي كنت اتمنى فعلا واحد زي اه واحد زي اموتو مهاجم سوبر ايجي المريخ عشان فعلا انت معتاج مع المدرب الجديد والمدربين الموجودين والمجموعة اللاعبين الموجودين انت معتاج للاعب اقدر ياخذ ليك الفريق في وضعية مختلفة فاموتو سريع قوي وكل شيء عليهم ممكن جدا احاول نعرض ليكم عنه بعض الفيديوهات في النهاية انت بتنتظر امكانيات لاعب زي ده انه يستعيد اكتشاف نفسه او حتى انه يعني يرجع نفسه للتراك الصحيح انا اتمنى انه ما تكون عقلية الاداريين اللي عندنا او حتى مجلس ادارة هذه المريخ في الصفقة دي تحديدا انه اللاعب ده انه كان الاجلة اه سعره اقل او حتى مجلس ادارة نادي فيوتشر حاول بس يخارجه من النادي ناس كتير اتكلمت في الصحافة انه والله اخ كان بترشيح من المدرب ايمن يماني اللي هو محلل اداة ايمن يماني طلح في الصفحة الرسمية وقال انه انا ما رشحت اي لاعب ولا عنده الرشح هناستانيين يرجع لهم الفضل هم بحكم انه ايمن برضه بيتكلم في السيف صايد انه لا قال جيد ولا حتى قال لاعب سيء فده حتثبت لك الايام في الفترة الجايه في انه كيف حتين باستخدام اللاعب ده في لانه انت في المريخ في امكانك يكون عندك لعبة تانيين والمبلغ اللي دفعته ده تسدى بيوة الحاجات الموجودة في السودان وتحاول تشرك وتضيف الكشف واحد زي زرقة وكمان الاهم من ده كمان المبلغ اللي انت دفعته له وتعال حالج بيوة المشاكل التاني الخاصة باللاعبين الموجودين في السودان ومحتاجين امور المادية ملفات صراحة شائقة كتير جدا في المريخ لكن نتمنى انه تتحلى في اللي جاية ونتمنى اللاعب ده انه يعني يقدم الافضل مع المريخ لانه بفعل المريخ في حوجة ليكون في مهاجم يقدر يضيف لكن لو جاء وقعد على ذكة البودلاء فبالتأكيد بالتأكيد هتكون حاجة غير حميدة بالبرة لمجلس ادارة نادي المريخ انا ديمكن رؤيتين لحلقة هذا اليوم شاكر لكم كتير وان شاء الله دائما تأمين ولا أمين شكرا لكم